مجازة العاشرة من الأوتيفي أهلا بكم أشار السفير الروسي أليكساندر سبكين إلى أنه اليوم يفتخر أنه ينهي خدمته خدمته الدبلوماسية من هذا البلد الذي يتميز بالحياة السياسية والثقافية والحضرية العريقة الكثيفة فالمجتمع اللبناني مثقف ويتمتع بمعنويات عالية متمنيا للخروج من الأزمة التي يعيشها اليوم من دون الانزلاق إلى كارثة لأن التجربة السابقة في لبنان وفي دول عدة كانت مريرة وقال أنا لا أعتبر أن مهمتي تنتهي مع المغادرة لكن سأستمر في علاقات الصداقة لما فيه فائدة للبنان وشدد على ضرورة التزام القرارات السيادية للأمم المتحدة فيما يتعلق بلبنان لجهة ترسيم الحدود البرية قبل البحرية وهذا ما يطالب به لبنان مع إسرائيل متمنيا إيجاد الحلول السريعة للخروج من الأزمة التي يعيشها لبنان وإلا يحدث أي شيء يؤدي إلى الخراب والفتنة فالإمكانات متوفرة لدى اللبنانيين لتحقيق هذه الأمنية كما يتمنى أن يبقى الشعب اللبناني كما هو بكل طوائفه محافظا على مبدأ العيش المشترك أفادت وزيرة الأعلام منال عبدالصمد في حديث صحفي بأن ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن لقاء مصغر لمناقشة استقالتها عار من الصحة جملة وتصيلة وهو يصب في سياق الأخبار الكاذبة والمضللة أشار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريز إلى أن ما لا يقل عن 40 مليون طفل حول العالم انقطعوا عن الدراسة في سنواتهم التمهيدية بسبب كورونا محذرا من أن ذلك قد يؤدي إلى كارثة لجيل كامل قد ينتج عنها هدر للإمكانات البشرية وتقويد العقود من التقدم والتفاقم للتفاوت المترسخ وأشدد على أن الجائحة تسببت بأكبر انقطع للدراسة في التاريخ بعدما أدى انتشار الفيروس إلى أغلاق المدارس في أكثر من 160 دولة ما أثر على تعليم مليار طالب حول العالم مطالبا بفتح كل المدارس حول العالم بمجرد السيطرة على انتشار كوفيد-19 كما أكد جوتيريز أن القرارات التي ستتخذها الحكومات الآن سيكون لها الأثر الكبير على مئات الملايين من الشباب وعلى إمكانات التنمية بدولهم لعقود قادمة مع هذا الخبر نختم مجاز العاشرة نعود إلى الزميلة ميراي لمتابعة يوم جديد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر